موسيقى يسعد صباحكم من جديد مشاهدين أولا مثل ما مهم أن الأم ترعى أطفالها بصحتهم وعنايتهم وتنشئتهم الجسدية الصحيحة أكيد النفسية هي جانب كثير مهم من حياتهم يجب أن تنشئهم تنشئة كثير منيحة وتعطيني بأدقة تفاصيل بحياتهم لحتى يكونوا أصحى نفسيا وجسديا لأنه يكملوا بعض صحيح أكيد الصحة الجسدية والصحة النفسية مثل ما ذكرت يكملوا بعض والأطفال والأولاد بالشكل عامي كثير يتأثروا بالمحيط فالدور الأم هون كثير أساسي حتى أنه يمكن هلأ عم يشوف أكتر شيء تنمر مثلا عم يرجع الأطفال من المدارس متنمر عليهم عم يكونوا عم يبكوا عم يتأثر مثلا رفيقي ما بيدرس فأنا ما بدي أدرس رفيقي عنده هاي الشغلة فأنا بديها حتى عم بيسألوا عن رأي المحيط دائما فيه صحيح هذا الموضوع كثير صعير بعمل حساسيات عند الأطفال بالفعل الحديث طبعا أكتر عن هذا الموضوع عن دور المرأة في التنشئة الاجتماعية الأثرية بصرنا نستضيف بصباحنا لليوم الدكتورة زينة صوفي أخصائية في علم الاجتماع صباح الخير أهلا وسهلا بكم 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 بداية كما رأنا دائما الأم هي محور الأساسي بإن كان الصحة النفسية أو الصحة الجسدية نحكي عن هذا الموضوع دائما هم دور المرأة يفعل بهذا المرحلة العمرية خلينا نقول الأولى من حياة الإنسان أكيد المرأة هي محور أساسي وأنا بعتبرها هي عصب هام جدا بالأسرة وإلى دور كثير كبير بالتنشئة الاجتماعية اللي حكيتوا عنا حضرتكم بداية أنا بحب نوه بس شو هي التنشئة الاجتماعية التنشئة الاجتماعية هي عبارة عن العملية المنكسب في الطفل مهارات الاجتماعية السلوكيات الأخلاقيات يلي بتخليه مؤهل أنه يكون يمارس أدواره بالمجتمع بمختلف مراحله واللي هي أساسا تتناسب مع المجتمع فالمرأة أكيد هي المعلم الأول للطفل هي إلى أدوار كثيرة بالرعاية للطفل بإكساب السلوكيات بإكساب الأخلاقيات المطلوبة حتى على فكرة هي إلى دور بتنمية الإبداع والإبتكار عند ابنه وهون فيني إذكر لك مثل لمبدع الكوميديا جيم كاري بمرحلة من مراحل عمره كان عمره 12 سنة لاحظت الأم أنه هو عم ترف عينه بلا سباب لما اتجهت للدكاترا والأخصائيين اكتشفوا أنه عنده متلازمة توريت هي عبارة عن تقلصات بالوجه لا إرادية يعني هو ما نقادر يتحكم فيها هون ابنه بلش ينسحب اجتماعيا يبعد عن محيطه ومعد عنده رفعات نهائية لاحظي هون دور المرأة الأم والصديقة الأم يلي هي والده والصديقته يلي كان يبلش بده يرتبط فيها بعد عنا رفضت تماما تبتعد عنه ودلوا داعمين إلوه ولاحظوا أنه هو مرة عم تصور سكيتش كوميدي هو وصديقته أنه هاي الحركات عم تختفي تماما أثناء التصوير هون الأم انتبعت عني الشغلة ودخلته فورا بورش التمثيل ولاحظت أنه هو فعلا قادر يسيطر على حركاته أثناء التمثيل ومن هون من كتر دعمه وتوجيهه الصحيح إلوه صار عنا الشخص يلي بدل ما يكون منزوي وعنده مشكلة نفسية وعنده عقد وعنده أي مجتمع صار عنا شخص يضحك ملايين يلي هو مبدع الكوميديا يعتباه أدي هون عم نحكي عن هيدا الدور المهم للمرأة أدي هون ثقافة المرأة بتلعب دور لحتى تنتبه على هيدا الأقصص يعني من يمكن تفصيله صغير انتبهت عليه وانتقلنا من شخص منزوي لا أهم ممثل كوميدي خلينا نقول فهيدا بيعتمد على ثقافة المرأة خيرا نقول أنا كتير بتشكرك أنا كدواتي على هيدا الناحية أكيد بيعتمد على ثقافة المرأة وهون نحنا بدنا ننبه على شغلة ما المقصود بالثقافة هي الدرجة العلمية بتوصلنا صحيح صحيح وإنما إذا هي مطلعة ع كتب تربوية إذا هي متابعة برامج تربوية بتخص الطفل رح أعطيكي أمثلة وانت لحالك رح تقليلي لا أكيد ثقافة المرأة إلى دور مثلا عنها مفهوم الصدق المرأة اللي عندها ثقافة تربوية رح تكون هي النموذج اللي ابن رح يحتزي فيه بكل تصرفاته الصادقة مع الجميع بالإضافة لأنه طبعا رح تفهمه شو هو الصدق صحيح المرأة غير المثقفة أوكي رح تحكي معه عن الصدق رح تقوله أنه هو مطلوب رح ممكن تقوله أنه نحنا متحاسب عليه بس رح رح نلاقيه مثلا راني التليفون تقوله رد عليون قللون أنا نايمة فنحنا هون انتي كسرت النموذج اللي هو المفروض قدوة فأنت ضيعتي مثلا رح أعطيكي مسهل ثاني الفوضى طفل بدو يلعب فهو طبعا رح يعمل فوضى بالغرفة الأم المثقفة أول شي رح تقوله أوكي بدك تلعب تفرض ألعابك بالغرفة أنت حر بس فيه شغلة بس خلصت لعب أنت رح ضبم بإيدك و ترتب انتبهي هون هي شو أكسبته أكسبته مهارة المسؤولي تحمل المسؤولية وكمان حرية أخذ القرار تعني هو حر بدك أوكي عمل فوضى بس أنت رح ضبم تجد الأم التي لا لديها الثقافة صرخت وثبت وشتمت ولمت الغراض بإيدها هون شو عملت ضيعت كل شي وخلت ما عنده حس مسؤولية نهائية صحيح وعدي على هاي المهارات الممكن تكسبه هي الأم المثقفة بطريقة الأم المانا مثقفة تربويًا تحب تكسبه هي بس الطريقة هي الغلط طريقة الغلط صحيح نشوف أهالي أمهات أنه لازم تقرؤوا لازم تبعدوا عن الموبايل بالنفس الوقت هي كل الوقت قاعدة على الموبايل وهي مشكلتنا كلنا ما عم بحكي عن حدا معين نسبت الحكي وبالنسبة لكلمة لازم لازم في عندك مثلا لازم نحترم الكبار الأم المثقفة تلاقي تصرفاتها كلها احترام بالإضافة لأنه أني هي ممكن عبر قصة تمرق له هاي الشغلة وتتناقشيه هون شو نمت عنده على فكرة الوعي وعي أنا ليش بدي أحترمي المانا المثقفة رح تقل له مثل ما قلتي لا تقول لا تعمل لا تسوي لازم 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 الصبي رح يلتزم قدامه بس هو ما عنده وعي ليش ما عنده إدراك هو لي ما بيقول هاي وليش بيقول هاي هو غالبا بغيابة رح يكسر هاي المعايير العاططة هي لأنه أساسا الطفل بيخلق عنده رفض للأوامر رفض للإكراه بيعتبر هيدا إكراه فلما ما عنده وعي أو إدراك كمان رح تكون ما استفادت من كل شيء عطته يوم كثيرا ملاقي بعض الأمهات يمكن عنده هيدا الأرضية ملاقيها عم تكون مع أطفاله كل الوقت وعم تعطيهم من وقته واهتمامه ولكن في أطفال يمكن ما بيستوعبوا مباشرة يمكن ما بياخدوا هيدا الأقصص مباشرة بده تتعب عليهم زيادة هيدا يعني مثلا خلينا قول لازم تعطي من وقته وبالتنشئ الأسرية تحديدا يعني هيدا الطفل ممكن ياخد معه بتعليم أي شيء بلحظة الطفل الثاني لأ ممكن تعيد له الشغلة مرة واثنين وعشرة وما ياخد هيدا الفروقات بين الأطفال قدامهم هم تراعية هلا أكيد مراعاة الفروقات هي شيء كثير أساسي في فكرة أن الطفل عنا نحنا أول ثلاثة سنين يحتاج لرعاية واهتمام لأن روابط تنشئ روابط نسبة أكثر من مليون رابطة بالثانية الواحدة فهون يحتاج بهذه المرحلة لكمية من الحب والاهتمام والتغذية الصحيحة لحتى ما يكون عندك هيدا الشيء اللي عم تحكي أنه ليش الفرق الفضيع بناتهم بس فيه شغلة كثير أساسية لأن صحة الأم النفسية هي عامل كثير أساسي لإقدار أن أنشؤ أطفال أسحاء لماذا؟ شو بتقصدي بصحة الأم النفسية؟ طيب إذا أم في البيت الأب ما عم يحترم الأب عم سرخ عليها الأب عم هنا نحنا دائما من لايق دوتنا الأشخاص الأقوياء الأشخاص المكسورين أو المنهانين فأولا الطفل صعب يقتنع بالعم تحكيه لما قدامه أم مهزوزة أو مهزومة ثانياً سوف نفترض أنه عمل قدوته لهذه الأم سيكون مثله سيكون مهزوز ومكسور حتى لو الأب لا يصرخ عليه سيصرخ على الأم فهنا لدينا الشي الأساسي لأن الأم تستوعب الفروقات لا تستطيع توصل معلومة فعلاً بأسهل طريقة كل ولد فقره طريقته فالأم بالإضافة للثقافة اللي حضرتك حكيتي عنها الصحة النفسية والدعم من الزوج واحترامه شيء أساسي جداً جداً نستطيع فعلاً ننشأ طفل قيم اجتماعية خضم التكامل الدور الأسرة دعونا نقول هنا نرى أشخاص وأهالي لا يجب أن يتقاتلوا قدام الأولاد هذه النقطة مهمة لأن الاحترام الولد لأهل دعونا نقول يجب أن يكون هناك تكامل دور الأسرة دور الأب مهم دور الأم مهم وموجود دعونا نقول صحيح فهون يجب أن يكون لدينا دور تمكين المرأة مجتمعياً ومجتمعياً دعونا نقول تمكين المرأة مجتمعياً في ناحية كثير هامة أنه ثبت الدراسات أن المرأة هي الحامية للطفل للرجل لكبار السن صحيح وثبت الدراسات أنه أي أزمة ما يتعرض للمجتمع فرضاً أزمات اقتصادية أول حدب يبدأ بزمام المبادرة بالمؤسسات الخيرية أو المبادرات الخيرية هي المرأة صحيح بالإضافة لأن المرأة هي نص المجتمع كما كنا بنعرفه وممكن أكتر كما فتمكينها أو مثل ما قلت أعطاء دور أعطاء دور أو قرار هو شيء كثير أساسي بالمجتمع لأنه هي إلى دور مثل ما قالنا باليوم من شيء قرنين أن المرأة التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها فتخيلي أنها معناتها إلى دور اقتصادي اجتماعي سياسي تربوي فأكيد هناك دور كثير كبير للمرأة والمجتمع هنا أخطر على بالي سؤال أنه موضوع المرأة أو الأم أحياناً أنه لا أنا ما بدي أطلع برا البيت لأنه أنا أولادي بحاجتي أكتر أدامهم هي تطلع وتغيير الجو وتكون هي مع المحيط أكتر لحتى ترجع بطاقة أكبر وتربي أولادها بأن القصص والسلوكيات أكتر آه تماماً هلأ المرأة فيه مشكلة عم توقف بوجهة بصراحة لما هي بدأت تفكر تجي تطلع برا بيتها أول مشكلة هي الصورة النمطية اللي رسمت عن المرأة المرأة المثالية المرأة بيتها وولادة وانت عالت هي بيتك بولادك أحسن فهي هذا الشيء يعمل خوف عنده هي بالدرجة الأولى ثاني شغلة أنه المرأة غالباً بتخاف من حكي العالم يعني أي تصرف أو أي شيء حتى لو حبت تاخد موقع مسؤولية كثير عندها خوف يحكوا عليها أو عسماتها أو كيف وصلت مثلاً بس في أحساس بالزنب أحياناً بيروافقة للأم للأم أحد أحساس بالزنب أنا هنا أقول في أحساس بالزنب أحساس بالزنب يمكن مثل ما ذكرنا هو غياب السند أو البديل عن الأم طبعاً دائماً لازم يكون في رعاية مثل رعاية الأم للأطفال يعني نحسها دائماً لحتى تطمني وتطلعي من البيت خاصة بسمي الأولى هلأ بتلاقي دائماً أول سنة بتأخذ إجازات أمومة إذا كانت إمرأة معاملة تلاقي بعدين مثل ما حكيت حضرتك بدأ سند غالباً بتكون الجد 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 حداً كتير بتوسع فيه يعني لقبل ما يدخل سنة الروضة هاي ثلاث سنين بصراحة هي فعلاً محتاجة لسند سواء الزوج سواء أحد الجدات أو الجد أو الخالة العمية بس مهم جداً جداً تطلع للحياة الاجتماعية أو للحياة الاقتصادية أو تحقق ذاتها لأن مثل ما حكينا ثقتها بنفسها وقوتها هذا شيء يدعم أطفالي أكثر من أنه تكون حدا قاضي وقته بس بالبيت يعني صديقي أنا بالنسبة لي مثلاً صديقاتي للغير عاملات الوقت اللي أنا بقضي بشغلي هنا ما بالضرورة عم يقضو بتربية الطفل يعني ممكن عم يقضو نوم ممكن عم يقضو زيارات لا أنا برأيي يفترض الرجل حتى يكون داعم للمرة بهذه الناحية لأن أغلبهم ما بيروحوا شغل بسبب الرجل حتى البنات يمكن عملها بالبيت بتشوفي البنت دائماً بتقول بدي يطلع مثل ماما والصبي بيقول بدي يطلع مثل الأب فكتير مهمة تكون قدوة لبنتها للمستقبل أنها تكون عندها هذه القوة أنه فيها شيء عم تشتغله بالحياة وتنجز له نفسها بالفعل وهذا الموضوع يعطيها دعم نفسي لما المرأة بتشوف حالا ناجحة ناجحة محل ما تكون موجودة هذه طاقة إيجابية بتنعكس على الأولاد الموجودين بالبيت يعني هناك الكثير من أشخاص مهندسين ومهندسات دكاترا لأن الأم هي قدوة دائماً لأنني أصبح مثل ماما أو عندما يرون أمهم مثلاً مديرة مدرسة ورئيسة شي قصر أو كذا أصبح مثل ماما لكن هنا ندخل بموضوع أنه أداء صعب على المرأة العاملة تنسق بيضان الأم ومثل ما حكيتين يمكن أن هناك الكثير من أشخاص لا يقعدون ساعات مع الأولاد لكنهم يكونوا يتسلم لكن هناك صعوبة للمرأة العاملة لأننا نخصيها أكيد هناك زيادة ضغوط عليها زيادة ضغوط عليها لكن إذا هي الراغبة هي لديها الطموح هي لديها الثقة هي لديها الوعي أنه لا أنا أستحق أطور بحالي ومضل محلي وما أكون فقط قاعدة بيتي صدقي أنه هي منظمة أكثر من ربة المنزل لماذا؟ طبعاً إذا ننصح ننصح هناك برنامج من قبل بيوم لكل يوم يعني كل برنامج يوم لكن المرأة العاملة هي أساساً بالدماغة مرتبة في برنامج منظمة أنا رح فيه كذا رح أطبخ كذا رح رتب رح ودي بطلع عشغلي بيكون بالميل اللي بالدقيقة نومتها وفاقتها وغداها وشغلة كله محتط له توقيت فأنا عفكرة حتى أنا إذا بدي قول ما بقول من لساني بقول من لسان صديقاتي أنه بتعرفي أنت منظمة أمورك أكثر مننا نحنا القاعدين بالذات لأنه لمن محاطين خطة لأنه نهارهم مفتوح فما بحط خطة حتى نحن لو نكون قاعدين كله نهار بالبات بغضاء لأنه في أولويات ممنعم أو لشي بضيع الوقات على الفاضي بيكون عندنا وقع أنه تشغل ودوام بتكون منظمة تماما حتى لو ما كي تعبه بدماغة هيك منظمة الخطوات بالضبط هو هيدا تنظيم الدماغ حتى قبل المنبه من فيء أحيانا صحيح هيساعة بيولوجيا وتخلينا نفيء بالفعل أكيد يعني كلمة أخيرة هيك تحبي ترجية لكل الأمهات كيف تروننا اليوم لأخذ الدور المثالي بالحياة؟ قبل كلمة أخيرة أحب أذكر مثال كثير صغير وكثير مهم لو أرجيكم شو هو دور الأم صاحب الألف اختراع توماس أديسون أغلبنا سماع بقصته بمرحلة اطلقت تعليم ثلاثة شهور تعليم رسمي ثلاثة شهور فقط تم إرساله مع رسالة عبايته أنه ابنك غبي ولديه إعاقة أو لا يستطيع إكمال تعليمه الأم الشي اللي عملته أنه أمنت قدرات ابنه قالت له أنه عم يقول لي أنك عبقري مخرج داوم بالمدرسة عملت له منهاج كامل بيته ودرسته لصار فعلا عبقري وشغلة كتير صغيرة كمان بحب ضوي عليها أنه توماس أديسون خطرت ببعله فكرة المصباح بسبب حالة إنسانية تعرضت والدته إله حتاجت لعمل جراحي وكان ليل دكتور أجل عمل جراحي لتاني يوم كرمال يصير نهار فهون لمعت بزهنه هاي الفكرة أنه ليش أنا ما باخترع مصباح كهربائي لكي لا تبتر تنطر فأنا هنا بإلقاء المرأة هي النور يعني كونه بسببه اخترعوا النور فالمرأة هي النور وإذا بدي وجه نصيحة للأهالي ما بهم ماذا تقول وإنما يهم ماذا تفعل وأمنوا بقدرات أطفالكم دائماً تفتلعب قريب ينخلق من بيئة صحيحة وبيئة سليمة دكتورة زينة صوفي خصائية في علم الاجتماع شكراً نورتي صباحنا تكلب عافية شكراً لكم نورتي صباحنا دكتورة أهلا وسهلا وسهلا شكراً شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم